السؤال الرابع يا شيخ ما القول الفصل في الشيخ محمد علي فركوس وهل يؤخذ عنه العلم ونصحهم بتجنب المجالسته وتجنب الأخذ عنه حتى يكون على وضوح أن يكون على بعد الانتخابات وعن معاذ يعني ماذا الاختلاف وعن معه الفكرة عليهم بحب نحن نصح إخوان من نصيحة لأننا رأينا أن من جال سال قرى بتلفز أقاويل التي يقولها وتفايل أنها بحق السعادة يدافعها بباطل بحق السعادة